السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم متابعين على قناة عربقلون لينكس معكم عبد الموجين معنا ملاجعة توزيعة أبر ستودنت أبا ستودنت لو تبون التوزيعة جدا خطيرة طبعا توزيعة تعليمية وانصدمت في بعض الإشياء الموجودة ليش ما كتشفتها من زمان صاري فاتر طويلة وأنا شوف أبر ستودنت في أصحاب عليها الدير بالذكر أن التوزيعة موجهة لمتعلمين أو حتى المعلمين حلو المتعلمين ومعلمين طبعا التوزيع فيها تجميع خطير جدا من البرامج المهمة جدا للتعليم فتنفع لكم طالب ومعلم ومعامل المدارس كتوزيع تعليمية الجدير بالذكرة أنه فيها لمسة تعليمية أصلا فلما تدخل يطلعون قدامك الدوافيرة ذلك اللي فوق فيا الله خلاله نشوف طبعا هذا جيس لك هذا النوع من الطلاب اللي يدخلص الدرس على نواجب هذا هو مبين عليه هذا شكله طيب ندخل سجد الدخول لحين طبعا التوزيع ببني على بنته مميز جدا الموضوع أنه التوزيع ركزت على مبس أنه تبني على بنته وتأخذ أيضا الشيء من مثلا المنت فعند الدخول لحين بتجيك شاشة ترحبية شبيهة بشاشة المنت طبعا التوزيع فيها ميزة جدا جدا رائعة اللي هي السرعة يعني بغضا نظر على الأشياء الثاني التوزيع سريع طبعا طيب اول ما تشغل طبعا بجيك بالشكل هذا بسالة ترحبية طبعا طبعا في بعض الاشياء هنا مثل المساعدة تصول بهم وشغلات زيادة طيب حينما علينا هذا مهم نام خنشوف توزيع وشبهة طبعا توزيع جدا من السقاكة ثيم بس الحي لا أقول لكم حاجة جيميلة خنشوف سطح المكتب سطح المكتب هنا فيه كونكي اعتقد هذا كونكي كونكي يضع الجهاز تصير فوق هنا اسمك قائمة التشغيل تدخل المستخدمين الساعة وهناك بعض الأشياء مثل الصوت الشبكة هذا ماذا؟ نعم هذه النافذ المفتوحة هذا المفترض يفترض أنك أولا تشغيل تقوم بإنجاز التوزيع ثم تبحث عن التحديثات والثبتة إذا كانت موجودة التحديثات طبعا لنا بنية على الأبونتو فأنت تعامل مع ماذا تتعامل مع الأبونتو حتى لو أحبت تعامل مع سطر أوامر أبتكيت أبديت أبديت أبتكيت تيست أبوغريت أو أبوغريت يعني تبي مع حزم إضافية طيب هذا هو تحديث التوزيع لكي تحصل على آخر الإصدارات دائما آخر الإصدارات تكون مستقرة محدثة والأمنية لأنها فيها مشاكل تكون مرقعة حسنا؟ حسنا حسنا دعنا نكمل هناك ما يسمى آرثة هذا عبارة عن ثيزر لكنني أريد أن أسرعك مياه ليس مجرد قاموس هو شيء كبير فأنا كتابنا كلمة بوك بحثنا ثم يسرعك العجاج الطويلة طبعا هو مجرد قاموس قاموس ولكن هذا أكبر موضوع قاموس فممكن تستخدمه هنا طبعا ممكن تستوي له استدعاء كما ترون هنا ممكن نسوي التحديثات ثم نقوم بسرع ثم نقوم بسرع هذا جدا هذا هو من أجل مينت بحثنا فهنا هناك شيئ أعتقد أن كمينترول المترجم للقناة طبعاً برنامج يأخذ نوت ولكن ليس بطريقة تقليدية هذا برنامج سوف نستخدم الآن فصاعداً ما يزمن الموضوع أنه يفتح لك نوت تحت النوت هذا يسوي لك السنة تحت السنة يسوي لك شهر ثم إذا كتبت ملاحظة يحط لك تاريخ اليوم من نفسه ما سوى شيئاً زيد بس أنا لا أدل ليش ما فتحه ما علينا نمر عليها نفتحه هنا في ستنجز ممكن تخيل عددات طبعاً عددات واجهة XFCE طبعاً هذا التوزيع كله بواجهة XFCE فممكن تسوي شيئاً كثيراً من ضمنه وتتعدل الشكل إلى آخر طبعاً أنا مرحباً وقتاً تعديل الشكل ما يعني لا يشير شيئاً طيب؟ حسناً لأنا بقدت أعدل هذا يبقى أعدل بكرة طيب بها مؤثرات جميلة جميعاً الفاتحة الغلاقة إلى آخره بلايسيز اللي هي لماكن الجدير بالذكر واللي لازم نركز عليه اللي هو التطبيقات اللي موجودة مع التوزيع هذي كما أقول لكم محصورة أنا بصراحة منصدم يعني كيف جابه للتجميع هذي؟ صح حجم كبير 2.5 جيجا أوكي؟ وتوزيع أيضاً فيه ملحوظة بسيطة أثناء التثبيت التأخر حتى لو كان جهازك صاروخ لأنه حجم كبير وتفك الضغط والسالفة طويلة على كل إن عندك الأكسيسوريز غير مهمة ولكن الممر عليها سريعاً فايل جيتينيتيز أي الملفات وآخر الضغط وفاك وحرق هذا الأشياء غير مهمة بصراحة قد يكون بعض الأشياء تحتاج نظرة زي مثلاً لو فتحنا برنامج أي برنامج سريعاً تيرمنال في بعض الأختصارات اللي هم سووا لك هنا مثلاً لو علّق عليك تطبيق أحبّت تقفله بسرعة ممكن تضطع أوكي؟ طق قفله هذا فائدة الإكس كيل اللي هي إغلاق البرامج في عندنا أيضاً لو رحنا لإيجوكيشن وهذا أهم شيء أوكي؟ بوكس فتجي هنا عند إيبوك ريدر طبعاً هذا برنامج قارع كتب فأنت أعطت كتب هنا وتبدأ تقرأ طبعاً كتب صيغ معينة يعني ما هو كتاب نرجع مرضان إجوكيشن في عندك هنا الويب أبس طبعاً في بعض الأشياء اللي هي على الويب رفتح من الصفحة تروح تقرأ أوكي؟ زي كيندل كلاود ريدر وغيره داتا عندك الليبرا أوفس كالك وفي عندك الريسورسز التحليل البيانات حق القوجل وبوبلك داتا أكسب الأورا في عندك برسنال فايننس حق الدراهم والفلوس يعني شي ما أصلاح لي الريزورزز مرضو نفس القصة هنا فيها أشياء جميلة برزنتيشن في عندك هنا أشياء يعني ودي أمر علي بس سريعاً اللي هو إمبرسيف وعندك البي دي اف كيوب عبارة عن برامج يتحول لك ملف البي دي اف إلى برزنتيشن اللي هو عرض تقديمي زي ما تقول يكون سلايدات سلايد في بينهم أثلاث بين أخيراً فبدل ما أنك تضيع عمرك تقدر تسوي سلايد باوربوينت مثلاً أو عفوا على الإمبرس أو إن كان فأنت ممكن هنا تسوي ملف بي دي اف تجيب ملف بي دي اف وتغط على بي دي اف كيوب مثلاً بيقول لك ملف بي دي اف تختاره وبعدها مدل يصراح هذا في ملف بي دي اف ولا ممكن نتقع البابرز هنا درافت مافي شي ممكن حصل شي فنشت ماهو شي برزنتيشن درافت ماهو شي مافي شي مم مافي شي مافي شي برزن البرامج السانية موجودة باوربوينتك أيضاً من البرزنتيشن في عندك اللي هو هذه اللي هو هذه اللي لا معلق ممنه هذا كل برامج حقات عروض تقديمية أوكي في عندك رسيرتشن رايتنك طبعاً هذا الأشياء حتى تحق تر الكتابة والبحوث فمن ضبنها لتشيري تري أنا لماذا لا يفتح لتشيري تري حتى تريد من الترمينال و ترى الترمينال و شاهدت تري ليش ماهيفتح التي تريد من التصوير لتشيري تري ها هل تريد من البرزن فهذا ماذا تريد من الناس نحن نقذ اوكي ببنث سنقذ بل سنقذ سنقذ لا كما تريد من الكله لا ادخائي سابق ازد موسيقى كان هناك مشكلة باللوكال هذا هو الـ Cherry 3 أريد أن أعطيه نظرة سريعة البرامة جداً خطير جداً يمكن أن تسوي لك نود النود اللي هو مكان يحتفظ بسلسلة طويلة تحته هذا اسم النود يعني مسار فأنا ممكن أسمي النود هذا مثلاً exam فأجي هنا وسوي سب نوت فأممكن تسوي لك سب نوت بشرعة طبعاً في حاجة هنا مهمة جداً ممكن تسوي نود التاغ اللي هو معروف حالياً نستخدم زي الهاشتاغ وابابا الاخرة شيء يسهلك عملية البحث ممكن تكتب تاغات هنا إذا بحثت كلمة تستس مثلاً يجيب لك النود لاحظ شون الترتيب 2015 جانواري بعدين 19 اللي هو موندي ثم نكتب هنا ملاحظة نوت بكرة لو جيت كتبت ملاحظة ثانية فراح أعطي كياب اليوم الثاني هذي سهل عليك عملية التصفح تفتح السنة هذي تفتح الشهر هذا فأنتعلم خلال الفصل الدراسي السابق مثلاً أنك كتبت مكان هذا شيء جميل جداً أصراح هو منسق طيب مواد مواد مساعدة مثلاً كمبيوتر ساينس مثلاً جيني محرر لكواد مثلاً مواد مثلاً جوجل إيرث عندك تايم مانجمنت أشياء خاصة بإدارة الوقت في بعض الأشياء خاصة بالإضافات مثلاً أوتو كيوة بحقيقها لديك جميع حيث تضع لديك ألعاب اللوجيك دائمًا أنواعين تصويراً بالألعاب المنطقي وهذه بعض الألعاب الموجودة هناك إداتات يدونك إداتات هناك إداتات لكن هؤلاء كلاً معروفون سكريبوس هذا نشر مكتبي فأنتم كنت تخدموا لكتب تكتب كتب وتألف كتب والكتب والى خير و فخم انصحكمكم تمرون عليه و تشوفون ما وضوعه فيه طبعا سروحات كثيرة له انا ما يعرف له كثير ولا حتى استخدم النشر ولكن أعبت اعطاكم فكرة انه هذا البرنامج جاي جدا للنشر لاحظ منكم تستخدم دبل صايدد للكتاب ممكن تصول ورقتين او تفوقون ورقة واحدة طبعا هنا بعض الاشياء الجاهزة مثل التمبلت ممكن تأخذ التمبلت هذا اوبن انجزت التمبلت لو عندك التمبلت حسناً خلصناً وضعنا هذا كله نبيه طبعاً في عندك شيئاً كثيرة هنا فممكن تروح للتصنيف على كل حال نبي هذا أريا الريقلر هذا الخط أوكي يجيبوه بعض الوصف تأخذ موجود الخط يعني هذا هو تبدأ أن تألف كتب عندك هنا أدوات خاصة لكتاب وإلى آخره جداً فخم يا جماعة مروا عليها أونلاين يشوفوا فيها تيمبلت وا 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 في عندك فوتوغرافي يملك بعض الحقات التصوير ما حاجات الثانية مبلازم صراحي حسناً فيه شيء مبلازم حليس يدعو مخشف كروميوم ميزة إضافية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة